أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسيل ولقد زينا السماء الدنيا بمصابح وجعلناها رجوما للشياطين وأعددنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيطا وهي تفور تكاد تميز من الغير كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذابهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجل كبير وأسروا قولكم أو جهروا به إنه علم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذنولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يقصف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضوا ما يمسكمن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في اعتر ونفور أفمن يمشي كبا على وجهه أهداء من يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليل مما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوا زلفة تنسيئة وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسكرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم من ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تضع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تضع كل حلاف مهين هماز مشاء بنمين من منع للخير معتد أثيم أتل بعد ذلك زنين أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسنوا على الخرقون إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذا قسموا ليصمنا مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك ومن نائمون فأصبحت كالصرير فتنادوا نصبحين أن يدوا على حرقكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرق قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضاللون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبزحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاضين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راضمون كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعلوا المسلمين كالمجرين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساقهم ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترعقهم ذلك وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالحون فذغني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وقم لي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مفقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحيود إذ نادى وهو مكهوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنجد بالعراء وهو مذنوم فجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكان الذين كفروا ليزنقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأملكوا بالطارية وأما عاد فأملكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليالي وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرع كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ تمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاء مقرروا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية حطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لموت كتابي ولم أدل ما حسابي يا ليت ما كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلقوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحب على طعام مسكين فليس له اليوم هاهنا حمين ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقصر بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعره قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقابيل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج فاعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان قدره خمسين ألف سنة فاصبر صدرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالغم وتكون الجبال كالعيم ولا يسأل حم حميما يبصرونهم يود المجرم لو نفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لضى نزاعة للشوى تدع من أدر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن يتغاوراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم رعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في الجنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أَيَطْمَعُ كُلٌّ بِإِنْ مِنْهُمْ أَيْدَخَلَ جَنَّتَانِينَ كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِمَّا يَعْلَمُونَ فَلَا أُقَسِبْ رَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَوَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ عَلَى أَنْ نُبَدِّلَ خَيْرًا مِنْهُمْ وَمَا نَحْنَ بِمَسْبُوطِينَ فَذَرْهُمْ يَخُرُضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوْعَدُونَ يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَى مُسُبِهِ يُوفِضُونَ خَاشِعَةً أَبْصَارٌ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةِ ذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَانُوا يُوْعَدُونَ بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ أَنْ آذِلْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْفِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوا وَأَطِيعُونَ يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِرْكُمْ إِلَى أَجْلٍ مُسَمَّى إِنَّا جَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعُوتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا فَلَمْ يَزِدَهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا وَإِنِّي كُلَّمَا دَعُوتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوهُ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْ كِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اِسْتِكْبَارًا ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ثُمَّ إِنِّي أَعْلَمْتُ لَهُمْ وَأَصْرَتُ لَهُمْ إِسْرَارًا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِل السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدَرَارًا وَيُنْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطَوَارًا أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبَعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُفْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلاً فجاجا قال نوح رب إنهم أعصروا واتبعوا من لم يزدوا ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكراً كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن وده ولا سواعاً ولا يغوث ويعنقى ونسرا وقد أظلموا كثيراً ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا ناراً فلم يجدوا لهم من دون الله أنصاراً وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين دياراً إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يجدوا إلا فاجراً كفاراً رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيدي مؤمنون وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تباراً بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إننا سنعنا قرآناً عجباً يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحداً وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولداً وأنه كان يقول سفيرنا على الله شططاً وأننا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذباً وأنه كان الجان من الإنس يعزدون بالجان من الجن فزادوهم رهقاً وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحداً وأننا لمسنا السماء فوجدنا ملئت حرساً شديداً وششباً وأننا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهاباً وصداً وأننا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم رضهم رشداً وأننا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قدداً وأننا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هرباً وأننا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بغساً ولا رهقاً وأننا من المسلمون ولن القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشداً وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطباً وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقاً لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذاباً صعداً وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه نبداً قل إنما أدع بربي ولا أشرك به أحداً قل إني لا أملك لكم ضراً ولا رشداً قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحداً إلا بلاغاً من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن لهنا وجهنم خالدين فيها أبداً حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصراً وأقل عدداً كل إن أدري أقرير ما توعدون أم يجعل له ربه أمداً عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلق من بين يديه ومن خلفه رصداً ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عدداً بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا الْمِزَّمِّنِ أُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نصفه أو ينقص منه قليلاً أو زد عليه ورد للقرآن ترتيلاً إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا تَقِيلًا إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدْ وَطَأً وَأَقَوْا قِيلًا إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبَحًا طَوِيلًا وَاذْكُرْ إِسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَظْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا وَاصْبِرْ عَلَانَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا وَذَرْمِ وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِمِ النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُوا الْدَانَ شِيبًا السماء فطر به كان وعده مفعولًا إِنَّا أَتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ من ثُلُثَي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلْتَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَتْكُمْ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارُ علم أن لا تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيقرب منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر منه وأقيلوا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا الْمُدَّةِ الْقُمْ فَأَنْذِلْ وَرَبَّكَ فَكَبِّلْ وَتِيَابَكَ فَطَهِّلْ وَالْرُّجَزَ فَهْجُرْ وَلَا تَمْنُّ تَسْتَكْفِلْ وَلِرَبِّكَ فَاصْدِلْ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورْ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمُ عَسِيلْ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرْ يَسِيلْ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرْ ثُمَّ نَظَرْ ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرْ ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرْ فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٍ يُؤْتَرْ إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرْ سَأُسْلِهِ سَقَرْ وَمَا أَدْرَكَ مَا سَقَرْ لَا تُبَقِي وَلَا تَذَرْ لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرْ عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرْ وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ الْنَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِذَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوْتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرضوا والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لنكم من المصلين ولم نكن طعيم المسكين وكنا نصرد مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرطة قصورة بل يريد كل منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآفرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامة بل قادرين على أن نسوي بنانة بل يريد الإنسان ليفجر أمامه تسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصير ولو ألقى معاذيره لا تحذك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون الواجلة وتذعون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة فظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت الفراق وخيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدا ألم يكن طفة من ملينا ثم كان علقة فخلق فسوا فجعل منه الزوجي الذكر والمنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فاجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عين يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالندر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف ربنا يوما عبوسا وقضطريرا فوقاهم الله شر جالك اليوم ولقاهم نظرة وسروا وجزاءهم بما صبروا جنة وحريرا متكين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمس ولا زمهريرا ودانية عليهم ولالها وذللت كفوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قواريرا من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كنمزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم بلدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم ذؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كميرا عاليهم ثياب سندس قدر واستبرقا وحلوا أساغرا فضة وسقاهم رضهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزل ما عليك القرآن تنزيلا فاصدر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك مكرة وأصيلا ومن الليل فاسدد له وسبحه ليلا قضيلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإلى شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما بسم الله الرحمن الرحيم والمغسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا نذرا أو نذرا إنما ترعدون لواقع فإذا النجوم طرست وإذا السماء فوجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسول اقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نبلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرين ويل يومئذ للمكذبين ألم نصدقهم من مال مهين فاجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شارخات وأسقيناكم ما أنثراتا ويل يومئذ للمكذبين إن طلقوا إلى ما كنتم به تكذبون إن طلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظل ولا يوهي من اللهب إنها ترني بشرن كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هديئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل له مركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون خذين للمكذبين للمكذبين سيأتي ترجمة نانسي قنقر